نوها يا نوها نعم يا حماتي هو ينفع كده قاعدة بقالي ساعة عندك وانت سايباني وقاعدة جوه في القوضة هو انت عزت مني حاجة يا حماتي وانا ما عملتها الكيش طب دانا طالعة من شاقتي وجاي أعد معاك عشان أتكلم معاك شوية وانت ما عانت كيش دم ولا إحساس حماتيك المفروض طالعة تقعد عندك شوية المفروض تعودي معاها مفروض تعمليلي أي حاجة كده أي واجب تعمليلي أفطر ولا تعمليلها أي حاجة حتى ايه قلة الزوء اللي انت فيها دي يا حماتي بس انت ما طلبتيش حاجة مش لازم أطلب يا أختي المفروض بنت الأصول تبقى عارفة كده ان حماتها عندها تروح تعمليها كده الواجب الله يسامحك يا حماتي نفس فهم كل ما تيجي تعودي عندي ليه الساعتين اللي تيجي تعوضهم هنا تعملي فيهم مشاكل عشان شايفك ما تعرفش في الأصول لو عارفة ان انت بتفهمي في الأصول كنت هعدي واسكت لكن هقول إيه بقى كل ما طلع عندك اللي بتعمليه معايا كل مرة هوا هوا أنا بصراحة زهقت منك وقرفت أنا مش عارفة ابني مستحملك ازاي الله يسامحك يا حماتي طب يلا لو سمحتي ادخل يعمليلي أي حاجة بفحة حاضر نسوان آخر زمن ولسه يا ما هنشوف لا إله إلا الله يا حماتي هو انت كل شوية تندع علي عشان تتخانق معايا ايه هتخانق معاك دي عن أمك ما تلمي نفسك يا اخت شوية ايه يا جماعة فيه ايه سامح سوتكم من وانا جاي من بره مرتك يا اخويا من ساعة انا ما جيت وهي قاعدة جوا في القوضة لا هين عليها الجبل لقمة ولا هين عليها الجبل كباية شي ولا تعبرني بأي حاجة لا يا ماما الكلام ده مش مظبوط انا سمعت كل حاجة بقى كده هو انت دايما كده جاي في صفها عليا لا يا ماما انا مش جاي في صفها ولا حاجة انا جاي مع الحق فان الحق ده يعني انا غلطانة ان انا طلعت ابص عليها تبتعملي فيها كده لي يا امي اهي دي بنت جاي بينها مش شارع عندك حق انا اللي غلطانة لانا طلعت اشوفكم وبص عليكم يا ماما يا ماما ما تضطرينيش لانا اعلي صوتي عشان ما يبقاش حرام علي اللا 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 للدرجة دي للدرجة دي يا محمود يا ماما مش للدرجة دي ولا حاجة هو يعني الحق بيزعل ده بدل ما تقول لها شوف امي عايزة ايه وعملهولها واخدميها وشوف طلبتها مراتي ما قصرتش انا بقعد هنا في البيت وبشوف كل حاجة قدامي عامري ما شوفتها قصرت معاكي في حاجة يعني انت جاي من بره شوفت اي حاجة قدامي جابتلي اكل ولا جابتلي شرب ولا جابتلي اي حاجة ما انت قدامي ايهو فاضي اهو ما فيش اي حاجة يعني انت طلبت منها وهي قالتلك لأ ما هيقعدالي جوه في القضاء مدقي متلقاحة جوه انا واقف بره وسامع كل حاجة بنفسي سامع كل حاجة وانا داخل من الباب وانت بتطلبي منها وهي بتقولك حاضر ما هو طبعا من هيشهد للعروسة غيرك يا سبع البورنبة انا باشهد لحق ربنا حق ربنا هو انت تعرف ربنا انت ولا امراتك ايه دخلي ادخلي انا هعمل لها اكل وعمل لها شرب وعمل لها كل حاجة لا يا اخويا مش عايزة حاجة قطر خيرك انا نازلة خلاص يا امي انت حرة اللي رايحك عمليه وحق ربنا ما يزعلش جات هنيلة اللي عايزة خلف يا موقوس جرى ايه يا اخويا طالما انت جاي من الشغل بدري قوي كده امال ما عديتش عليها ليه بدري ايه بس يا امي ده انا لسه واصل اهو امال فين مراتك البرنسيسة مراتي موجودة جوه اه طبعا قاعدة في القوضة وسايباك انت يا نوها يا ست نوها في ايه بس يا امي انا لسه واصل اهو يعني ايه يعني لسه واصل مش المفروض تقعد جنبك كده وتشوف طلبتك وتشوف عاوك عاوز ايه انت يا فت نوها ايوه ايوه هو انت كده على طول دفن نفسك جوه في القوضة مش جوزك ده عايز طلبات لسه جاي من الشغل ايه موجود عايز يتغدى ما هو لما بيعوز حاجة يا حماتي بعمل هالو لازم يا حبيبتي غزبا عنك تعملي له طلباته امي يلا حضري له الاكل عاجبك الكلام ده يا محمود معلش يا نوها معلش معلش هو يقدر يتكلم ولا يفتح بقه ده انت باين عليك الجنانتي معلش يا نوها علشان خطري اشوف ماما عاوز ايه اعمله له يلا يا هانم اعمل حسابك يا اخت هتغذى النهاردة مع ابني وعايز احلى اكل تطبخيه اللي انت عايزها يا ماما هنعملهولي طبعا امه لا طبعا غزب عن نقو تعملولي اللي انا عايزاه طبعا طبعا يا ماما اللي انت عايزها كفاية بقى يا ماما علشان خطري كفاية بقى نوها هتسمع ما تسمع انت خايف منها ولا ايه يا سبع البرنبة ايه ده انا هتجنن مش قادر اصدق هو ايه اللي بيحصل بقى هو ده محمود جوزي هو ده اللي طول عمره بيحب الحق ده طول عمره بيحب الحق للقريب والغريب اكيد في حاجة اكيد في حاجة بينهم هما اللي اتنين الست دي اكيد عايزان اتطلق هي اكيد من يوم انا ما اتجوزت وهي ما بتحبنيش ومش عاوزاني فحتى انبارح كان مسك التليفون ومشغول وقوله بتعمل ايه يقولي بتكلم على الوطس بتكلم مين يقولي بتكلم ماما اكيد كانوا بيتكلموا علي انا لازم اروح اخد تليفونه وشوف كان بيكلمها ايه وبيقولها ايه ايوة كويس بقى ان هو ساب التليفون بتاعه اما شوف بقى كان بيكلمها يقولها ايه ايه ده ايه الرسالة المتسبتة دي يا نهر اسود انت بتخلني يا محمود محمود يا محمود ايه يا نهر في ايه ايه ده انت بتخني يا محمود؟ بخنك بخنك ايه وكلام فاضي ايه؟ مين الست هانم اللي انت بتكلمها علي دي يا أستاذ؟ لا وكمان جات البيت هنا وانا بقى طرطور بقى كده يا محمود هي بيه اخرتها؟ عملت فيك ايه عشان تخني؟ رد علي قصرت معاك في ايه؟ هنت عليك؟ هنت عليك بعد عشرة السنين دي كلها؟ بعد الحب ده كله؟ ما ترد علي ساكت ليه؟ عملت كده ليه؟ غصب عني غصب عنك؟ غصب عنك ازاي يعني؟ ضربتك على ايدك؟ مش عارف اقولك ايه بس انا فعلا غلطان هتقول ايه؟ وهتعيد ايه يا أستاذ؟ ما خلاص كل حاجة بقت بينة بس انا هقولك على حاجة انا رفضت كتير رفضت كتير اول بص حتى عشات هتلاقي ان انا رفضت كتير جدا كنت بترفض وإيه اللي خلاك وفقت؟ مش عارف ومطلوب مني ايه بقى دلوقتي؟ عايزنا سامحك؟ حقك علي ما تزعلش مني عايزنا سامحك وباقي علي ايوة طبعا خلاص يبقى تجيبهالي بتقولي ايه؟ اجيبهالك ازاي يعني؟ هتهالي هنا البيت ازاي يعني مش فاهم يعني كلمها في التليفون وقول لها تعالي البيت عشان عايزك اصل مراتي مش هنا وبعدين مالكش دعوة بقى بلا هيحصل بعد كده ولا انت بقى عليها؟ لا لا والله مش بقى عليها ولا حاجة ما انا قلتلك بص عشات هتلاقي رفضت كتير جدا انا حتى بقول لها ان انا غلطت ومش عايز اعمل كده تاني انا غلطان ومش هنقشك ان انا غلطان بس عايز افهم مالكش دعوة انت هتشوف بعينك كل حاجة يا ست افهم بس هتهو هتشوف بعينك كل حاجة يا محمود قل لها تعالي عشان عايز اعود معاك شوية وانا هبقى مستخبية ومالكش دعوة بأي حاجة بعد كده طب والجيران والفضايح ما تخافش من حاجة مش هوصل للجيران ولا هيبقى فيه فضايح انت جوزي انا هجيبهالك بس عشان حاجة واحدة بس عشان اعرفك ان انا مش بقى عليها ولا حاجة وانها قد غلطة بس عشان خاطري مش عايز اي فضايح عشان خاطر العيال بلاش عشان خاطر انا انا غلط وبعترف ان انا غلطان ما تخافش ما تخافش يا محمود ده ربنا نفسه بيسامح بس انا لازم اعلمها الادب هي واي واحدة تفكر انها تخرب بيت واحد متجوز وعنده عيال واي واحدة تفكر تخنجوزها حاضر الو ازايك يا مونة عاملة ايه بقولك ايه انا محتاجك لا ابدا مغيرتش رأيي ولا حاجة بس مراتي كانت موجودة وضغط علي وانت ما ينفعش عندك طبعا في البيت لا ابدا مش كنت بهرب ولا حاجة وحشديني قوي انجز يا خويا ايوة طبعا هموت عليك بقولك ايه انا مستنيك تجيني هنا قدامك قد ايه طب يلا بسرعة قبل ما هي تيجي باي 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 حبيبتي حبك برس انت وهي طبعا اعمل ايه طيب مش بعمل اللي انت قلتلي عليه ما انا لازم امثل كده قدامها علشان ما تشوكش في حاجة يعني الستة هاني ما جاتش يا ساعدت البيت مش عارف ايه اللي اخرها كده اهي بينها جات اهي ادخلي استخبينتي بقى اهلا اهلا يا حبيبتي تعالي ادخلي وحشديني قوي انت اللي وحشتيني اكتر عرفت بقى انا بحبك قد ايه اه طبعا وانا كمان بموت فيك بقولك ايه ادخلي بقى قد النوم زبطي نفسك كده عندك هيدوم في الدولاب كتير قوي بتاعت مراتي البيسي بقى كده ايه احلى حاجة جوه طبعا طبعا من عناية الاتنين ايه ده انت مين انا مين مش عارفاني يا هانم انا مرات الباقي الستة مونة هانم زميلة جوزي في الشغل في قدتي في قدت نومي وعلى السيري لا وكمان مالت انت بتصوريني والله العظيم ما هعمل حاجة تاني يلا طلعي لي هنا يا اختي بالله عليك عشان خطري اخراسي خالص ولا كلمة البس هدومك وتعالي يلاهوي 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 اتفضلي يا ستة هانم ايه ده هتمديلي على الوصولات دي وانت كمان يا استاذ هتمدي معاها ده جزق بقى اللي يخون عشان تبقي تخوني جوزك وتروح بيوت الناس تعرفي لو خونتي جوزك تاني مع اي رجل تاني غير جوزي اصل موضوع جوزي خلص خلاص هنشر الفيديو ده هيبقى علامي وما قولكيش هيجيب مشاهدات عالية قوي تعرفي لو جوزي كان باقي عليك ما كانش سلمك لي يا تسليم اهالي يلاهوي الوصولات دي تطمدي بقى انت تعمل معايا كده يا محمود ايوه ما انت واحدة رخيصة كتير قلتلك بلاش يا اختي لو جوزك مش عاجبك اطلقي وخليكي ستة محترمة مش تبيعي نفسك بالرخيص فضلت كم شهر اقولك بلاش بلاش وانت فضلت تجري ورايا وانا بنا ادم غصبه عني ضعفت يلا يا حلوة يلا عشان تمدي يا رخيصة